اهلا بحضراتكم من جديد والاهلي ينتخد معنا الدكتور مهند مجدي وكنا بنتكلم قبل الفاصل على ما تم إنجازه في فيلم تسجيله عن سر التاسعة وسألت الدكتور عن العشرة وان شاء الله عن الحداشر إن شاء الله بإذن الله قريبا بإذن الله رئيسة أنت إحدى البعثات أعتقد في التاسعة مش كده؟ آه كانت لها الشرف من الكابتن اختارني أكون رئيس بعثة فريق الأول لكرة القدم في ماتش النجم الساحلي في مشواره في التاسعة وقد إيه الفريق ده كان عظيم وعمل ماتش هايل جدا تخالي لما فريق طرد منه لعف ديال عشرة عشرة أعمل الماتش كأنك مش مطروض منك وتلعب بره أرضك ده كانت بالنسبة لنا يعني من من الحاجات اللي قدت أنا فاكر آه من طريق محمد مجدي أفشا كنا في المطار وراجعين والحالة اللي حصلت في المباراة دي عارف انت حضرت المارت زي ما بيقوله قال لي احنا هناخد البطولة دي ونعني نكون راجعين خاصرنين قال لي احنا هناخد البطولة دي ما ننسهاش ما عرفش هو فاكرها ولا أقا بس هو أقاح مش هناخد البطولة سبحان الله يا شايل علي القادير إن هو اللي يحط الجن الأخير ويساعدنا كلنا الحمد لله دكتور حدكة عضو مجلس إدارة يعني ما شاء الله عضو تحت السن في المجلس مع المهندس محمود طهر ثم استمرت أيضا عضو تحت السن مع الكابتل محمود الخطيب كابتل الخطيب في توزيع المهام مليكو يعني أنا بلاحظ فيه تنوع أنت صحيح رجل طبيب بطل كاراتيه مطلع بملف الكاراتيه لدرجة أن التنسيق مع الاتحاد الدولي أو مع العالم حتى الخارجي إلا أنك أنت لاحظت أن أنت بترأس لجان في أعتقد كانت سلة أو طايرة السلة دي كانت 2016 كسا بطلع أفريقيا لكرة السلة اللي حق أهل نادي الأهل اللي حق البطولة فيها الأول مرة في تاريخه دي كانت برضو في 2016 وفي الدورة وبرضو في الدورة الفاتت كانت بطولة الأهل الدولية الكاراتيه شاركت أكثر من 4500 لعب دم العابك ده فبيع وقالوا أننا ما كناش محضرين نفسنا كنا ندخل موسوعة جينيس لأنهم أكثر عدد لعيبة يشاركوا في بطولة بطولة دولية لنما الدورة دي كانت بطولة أفريقيا لكرة الطائرة الطائرة بطالة دوري رجال والحمد لله برضو يعني تكليف كبير جدا من مجلس الردارة بشكرهم عليه أن احنا كان دكتور محمد سراج لنفس البطولة للسيدات وأنا بعديه بعشرة أيام بطولة الرجال حقيقة حرص كبير جدا من الكابتور الخطيبة على سقل الكوادر طيب الزبط كبير أن احنا بنتكلم في شباب بروموسينج قوي تحت السن ويرأس لجنة منظمة لبطولة أفريقيا تحت إيدك طبعا لجان كبير جدا بشكرهم كلهم جدا كان مجهود عظيم جدا وكان دايما يعني أنا دايما بحب أن احنا النادي الأهلي ما ينفعش يعمل حدث زي أي حدث أي حد ممكن ينظم بطولة لازم تبقى مختلف ومتميز لازم مختلف ومتميز لازم فيه حاجة رسالة معينة بتوصلها فطبعا في بداية البطولة دي طبعا نحنكون سعادة جدا بحفل فتاح عملنا حفل فتاح كبير جدا يليق بالنادي الأهلي وأنه ممثل للتحاد المصري والاتحاد الأفريقي في البطولة وعملنا رسالة مهمة جدا جدا كانت في البطولة دي عملنا طبعا زي ما حالكوا شايفين الافتتاح كان حاجة عظيمة جدا وكمان عملنا أغنية مخصوص ونوصل بها رسالة اتكتبت وتلحنت للحدث ده اسمها قلب واحد أن أفريقيا قلب واحد كنا بنوصل بها رسالة أنه إحنا كلنا كدول أفريقية هممنا واحدة ومشاكلنا واحدة وطموحاتنا واحدة وصعوباتنا واحدة وكمان أهدفنا واحدة وكانت في نفس السنة اللي كان سيدة الرئيس على الفتاح السيسي هو ترقص فيها للتحاد الأفريق فده طبعا كانت رسالة مهمة جدا مش عايزة أقوله حقا صدى الكليب لأنه كمان اتصور بالفرق الأفريقية لشركة البطولة قد إيه وهم دخلين مثلا بيستعدوا للتدريبات أو للبطولة بيبقى فيه بينهم ودوا وتناغم وبسلموا على بعض وإن التنافس بس هي في فترة بس الثلاث أشوات أو الخمس أشوات بتوع المباراة ما دون ذلك احنا كلنا أخوات وحبايا فدي كانت رسالة مهمة جدا أنا كنا قصدين أن احنا نوصلها في حفل الختام كان فيه تحديات كبيرة جدا برضو وصلنا رسالة معينة جدا نفس الشباب الرياضي يعرفها اللي هم أبطالنا اللي في الشاشة دول يعني اللي هم فرحانين بنتائجهم عملنا نفس الأغنيب بس فيديو كليب مختلف بنصور فيه كل السادة اللي تعبوا في اللجان اللي تعبوا عشان تطلع البطولة بالشكل ده السادة اللي عاملين بالنشاط الرياضي العمال عمال الصالة الموظفين الإدارة المالية التسويق المركز الإعلامي والمصورين الناس المسؤولة عن العلاقات العامة والحجز والمراسم ناس عايزين ينسو وصل رسالة نقول إيه أن أنت كلاعب بتيجي بس تلعب البطولة مطلوب منك أنك تكسب لك ما تعرفش قد إيه في خلية نحل بتشتغل في الكواليس عشان تطلع البطولة بالشكل ده وعشان أنت تيجي تلاقي كل حاجة متاحة فبالتالي مش مطلوب منك أن أنت بس تكسب أنا برضه ما كنتش أخد بالي وأنا لاعب أن أنا فيه ناس كتير جداً بتشتغل عشان تقدر أنت كلاعب تروح البطولة وتحقق نتيجة أيوه دي رسالة مهمة جداً وطبعاً الحفل الختام الحمد لله كان بشكل كبير جداً رائع وما فيش أسعد من أن الكابتن يثني على ده لأن الكابتن بيدأى في التفاصيل جداً ويعني مركز فالأخطاء أو الدفوهات بيركز فيها جداً وكان عندها لتحدي كبير جداً أن احنا من بعد البطولة فاضل ساعة وكان فيه ماتش كورة قدم والكابتن كان لازم يروح فقال لي أنا عايز من بعد البطولة ما تخلص لحد ما رسم الختام لحد ما أوصل الأستاذ أنت قدامك ساعة فكان بالإزبادي تحدي كبير جداً يعني ساعة دي حكاية قدامك ساعة دي حكاية طبعاً فده رسائل اللي احنا بنحاول نستثمر الأحداث الرياضية اللي نالي بيعملها عشان نوصل رسائل معينة مش مجرد بس نظم بطولة وحط جدوى اللعب الموضوع أكبر من كده بكتير فطبعاً بشكر كل مجلس الإدارة وبشكر الكابتن الخطيب على الصقة الغالية دي وده الحاجات اللي احنا بنلاقي فيها نفسنا الإدارة الرياضية تلاقي نفسك في ده على قد ما بتتعب على قد ما بتلاقي النتيجة بتفرحك في الآخر الحمد لله يعني ترجمة نانسي قنقر